خلينا نعرف من حضرتك ونعرف أستاذ المشاهدين إزاي قدرنا نشارك في البطولة؟ أكيد كان فيه أدوار تمهدية وكان فيه مباريات مؤهلة لبطولة كأس العالم المشاركة المباريات يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر أولاً صباح الخير بعد الفوز ده لكل الشعب المصري والأب الروح الرئيس عفتاح السيسي لأن إحنا بطبعينا دي تالت نسخة لكأس العالم إحنا اشتركنا في النسخة الأولى كأتو مصرينا برضو دي تالت نسخة أصلاً في كأس العالم كأس العالم كورتلياد مش تالت مرة تشاركوا دي تالت نسخة ونسخة تعاملت مصر ونسخة تالت تعاملت أرتوغان النسخة الأولى لبرازيل اللي احنا لعبنا النهاية معها والبرازيل خدت أول عالم وإحنا خدنا تاني ودي كانت بدايتنا إحنا لأن اللعيبة اللي بتلعب كورتلياد هم من الأفضل لعباء المستخدمين كورتسي اللي هم لعبت السلا كورتلياد على كراسة متحركة يبقى لازم الرقم واحد يكون مستخدم كورتش كويس فلعبت السلة وانا في النسخة الاولى كنت انا كابتن منتخب مصر مع كابتن البريم الله يرحمه وكابتن والعب عادي الموجود حاليا وقدرنا الحق انجاز ونوصل لتارجت معين وصلنا للنهائي احنا كنا في مجموعتين في مجموعتين في البطولة من اقوى دول العالم كانت موجودة في النسخة التالتة احنا كانت معنا البرتغال تشيري الهند هذه المجموعة بتاعتنا المجموعة التانية فيها البرازيلة على رأس مجموعة فيها اليابان فيها فرنسا فيها امريكا واحنا مجموعتنا كانت تعتبر مجموعة سهلة ولا الاصعب كوية جدا بقول لحضرتك من اقوى 8 دول على مستوى العالم بلعب كورتش البرتغال اول عالم اليابان انشأت اللعبة سنة 2003 يعني اليابان عندها دولة فرنسا من الدول المحترمة جدا جدا وبتهتم بالرياض وحتاجات الخاصة وخصوصا في كورترياد البرازيل اول عالم في النسخة التانية عندنا الموضوع كان صعب جدا جدا برتغال معنا في مجموعتنا برتغال اول عالم في النسخة التانية يعني احنا بابنكا وصيد بس احنا الحمد لله الحمد لله ادىها ادىها ادوء دايما والله تم اختياري للجهاز الفني اكون من ضمن الجهاز الفني كمدارب الفريق وده طبعا كان شرف لأي حد في مصر طبعا وقالوا احنا تكون معنا في الجهاز ده الترشيح تم من خلال لجنة برامبية دكتور حساب الدين مصطفى وده كابتل عماد رمضان وفعلا ابتدينا معسكر ثلاثة تمانية استعدادها لكاس العالم وكان الموضوع صعب جدا جدا لان احنا كنا بنقدر ندرس مواقف الفرق ديت فعلا فيه ثلاثة اربعة فرق من اقوى فرق العالم موضوع صعب يعني موضوع الموضوع مش سهل جدا غير النسخة اللي احنا لعبناها في مصر هنا النسخة التانية كان فيها ست فرق النسخة دي بقى كله جاي مستعد أولمبيات مصغرة أولمبيات اللي انا سميتها أول ما بصينا في الجدول وانتقول لهم دي أولمبيات مصغرة طيب احنا اكيب كان فيه صعوبات طبعا في هذه البطولة لكن احنا أول مرة نشارك فيها خدنا مركز تاني تاني اوه طيب هل احنا كان عندنا دوري؟ لا ما عندناش دوري لا لا طيب اللعبة دي في مصر بقى لها دي اللي حصل بالزبط احنا منتخب مصر الكورتي السلة للكلسة المتحركة كنا في قديسة بابا واخدنا البطولة أفريقية وسعدنا كاس عالم لدبي كاس عالم الكورتي السلة الفترة اللي كانت فيها مرشح اللي يعمله كاس عالم في مصر مصر لتصادفه على صراط الدكتور حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى يعني أنا بشكوره على الهوى فهو بيدعم لعبة او الدعم بزول الاحتياجات الخاصة فطلب بإنشاء او استضافة كورتي اليد لكاس العالم فالوقت كان قصية هم عملوا اختبارات فعلا حد من مجلس قدارة الاتحاد والناس المسؤولين احنا كورتي السلة مروحناش لان احنا كلنا مركزين في كاس عالم كورتي السلة كان عندنا معسكر عملوا اختبارات وراح مية وعشرين لعب واختروا منهم اتنين لعبة فقط بس من مية وعشرين وقالوا دول ممكن يصلحوا يلعبوا يلعبوا كورتي السلة بنيين جثبينين كويس بس الاسف اللي ما لجي نحكم على لعب يلعب كورتي السلة ويلعب لعبة تانية زي ما قلت حضراتك في البداية تحكم في الكورسي لعب كورتي السلة رقم واحد لازمان هكون مهاري في كورسي هكون متمكن في كورسي كويس جدا جدا فطب ما فيش ناس تانية في اللجنة التادوا تجور لجنة برغنبية قالوا احنا عندي له منتخب مصر كورتي السلة بس المنتخب عنده كاس عالم كنا ساعدين كاس عالم الحمد لله يعني الجيل بتاعي فقالوا طب نشوفهم قالوا اذا عندهم كاس عالم لحسن الحظ اللي كنا معسكرونه صلى الدكتور حسن مصطفى وكاس العالم عندنا يتأجل شوف بقى فالتحاد اليد قال لأ خلاص بقى دول ولادنا بقى نخدم بقى احنا أولى بيهم دلوقت دول وطعاش من هنا كنا مسافرين تركيا بالظبط كده كان عندنا بطولة ودية قبل كاس العالم وعملنا كل إجراءاتنا بس الاسب ما سافرناش ولد السفريت كاس العالم تأجلت طبعا نعملين قالوا لأ ان شاء الله معنا انا في اليد بقى ان شاء الله اليد موضوع غريب جدا جدا ابتدينا نعسكر عسكرنا 45 يوم في المرحلة الأولى وقدرنا نجيب مطشاط ونتفرج عليها ونشوف الناس اللي بترعب يدي ازاي كانون اليد مختلف تماما عن قرورة كورتي السلة كورتي السلة بتتشاهل بقى كورتي اليد مختلفة تماما فابتدينا بقى نتعايش الموقف كان عندنا عزيمة وقرادة المجموعة اللي كانت موجودة في النسخة الأولى بجانب برضو المجموعة التانية كان عندنا عزيمة وقرادة اللي احنا نعمل حاجة باسمه مصر كويسة أما خدنا الفضة كنا زعلانين جدا جدا رغم اللي هي مش لعبتنا أصلا بس البطولة مكامف على أرض مصر فكان من اللي احنا رفع عملها من مصر فوق هو ترفع عقدنا مدينة فضة بس احنا كنا متأزمين شوي شكرا جديد نزيل شكرا